ترجمة نانسي قنقر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في التعامل بمنهجية جديدة وبشكل فوري مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية من قبل الجهات الحكومية في تحسين أداء الجهات الحكومية لمستويات أكثر كفاءة ومهنية بتقرير الديوان السنوي العشرين للسنة المهنية الفين واثنتين وعشرين الفين وثلاث وعشرين كما جاءت هذه التوجيهات وفق منظومة مالية وإدارية محكمة ومن خلال التنسيق مع كافة الجهات الحكومية بمشاركة إدارة رقابة الداخلية المركزية لمراجعة وتحليل كافة الملاحظات مع التأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري والتحقق من ردود الجهات على الملاحظات وتضمين ما تم اتخاذه من إجراءات وذلك وفق خطة زمانية شاملة وواضحة المسار لضمان تنفيذ التوصيات وأكدت نتائج أعمال متابعة تقارير رقابة المالية والإدارية رؤية الحكومة وإيمانها الرازخ بأهمية المتابعة والمساءلة عملا وممارسة عبر دعم جهود ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء مسؤولياته الوطنية بكل استقلالية وشفافية بما يصب نحو تحسين مؤشرات أداء ومخرجات عمل الحكومة ووصولاً ليعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية والتوظيف الأمثل للموارد الوطنية تحقيقاً للمصلحة العامة